موسيقى اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد ريدمشن طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن المحارب القديم الفقير اللي في مدينة الفالنتاين ونشوف قصته واش يقول من حوارات وكلام وغيرها طبعا في كثير منكم طلب هذا الشخص فحبيت اني انزله يا لهبيين فيلا نخش في المقطع اولا هذا الشخص اسمه ميكي وميكي رح تحصله في الفالنتاين ورح تحصله ينادي ويتمنى اي احد يتكلم معاه ويرد عليه الصوت لكن للأسف ولا احد يكلمه ويرد عليه نبذة بسيطة عنه هو محارب قديم استغنوا عنه الجيش بسبب انه خسر يده في الحرب والان هو فقير وبدون اي مصدر دخل طيب اللي ظاهر عندنا انه انسان مسكين وطيب وفعلا فقير ويحتاج المال لكن الموضوع خلاف ذلك تعالوا نشوف هو الحوار لقد كانوا ولكنهم كانوا فقيرا طبعا زي ما شفتو ميكي طلب حظن من آرثر مورغين بحجة انه ما حظن احد منذ فترة طويلة طلب غريب من شخص غريب وفي مكان غريب جدا على حسب موقع وكيبيديا ردد لما تحظن ميكي ميكي رح يسرق اغراض قيمة من شنطتك وجيبك مثلا لو كانت عندك سبيكة ذهبية في الشنطة ترى ميكي لما يحظنك رح يسرقها ولا رح تحصلها مجددا بمعنى اخر اي شي قيم في شنطتك ترى ميكي رح يسرق منك اذا حظنك بكل بساطة ميكي يسوقها عليك ويطلب حظن عشان يقدر يسرقك بنجاح hey mister mister i never learnt your name i never did you're like a brother but i didn't learn your name and i said to myself micky you never learnt that fella's name now you'll never see him again and you'll be sad like when your puppy passed cause you slept on it what's your name mister arthur طبعا زي ما سمعته على حسب كلام ميكي ميكي كان عنده بابي أو كلب صغير وانتوا بكرامة وميكي بالغلط نام عليه وهذا الكلب الصغير مات شوفوا كيف بالله اللامبالاة من ميكي يعني لكن سؤالنا هل موضوع الكلب حقيقة ام كذب يعني اول مرة قابلناه قال ابغى حضن هو اصلا يبغى يسرقنا فهل هرجت الكلب برضو كذب واستغلال موسيقى أخذتها. تعتقد أنك حقاً جداً؟ أنا أتحدث عنك، لذلك يجب أن أكون حقاً. أخذت في مرحلة، أخذت. أخذت. أخذت مرحباً، أخذت كلهم... أخذت. أخذت مرحلة. أخذت مرحلة. أخذت مرحلة. ليس كذلك. طبعاً زي ما سمعته، على حسب كلام ميكي، ميكي انجلد من شخص ضخم وكبير جداً. وهذا الشخص هو تومي، وتومي اللي ما يعرفونه هو الشخص اللي جلده آرثر مورغين في البار. يعني ميكي أكله جلد من تومي، هيد وركبة وبوكس زي النار. وأيضاً من نفس هذا الحوار، لما آرثر مورغين سألوا عن أي حرب شارك فيها، ميكي بدأ يتوتر ويلخبط في الكلام، وما يعطي تفاصيل دقيقة وواضحة. فقط قال إنه شاركت في حرب سيئة، كلامه نوعاً ما غير مقنع. Hey friend, hey friend, long time no see. You don't look so well, friend. You OK? No… not really. تعتقد أنني أشعر بنا. لكن لم يكن حدث. عدلت لك أشعر؟ generously... لا. لأنه لا. ولكن... نحن سوف نوت. أعتقد سأعرص. أسفق أنني أشعر دائما يعني. اشتركوا في القناة طيب زي ما شفتوا لما تجي الميكي في الشابتر السادس ارثر مورغين رح يكون مصاب بمرض السل وعلى حافة الموت ميكي رح يعترف لارثر مورغين انه ما كان بالجيش ابدا ولم يكن كذلك سابقا لكن فقط هو كان يستخدم هذه الحيلة عشان يكسب تعاطف وشفقة الناس عشان يعطونه فلوس ويتصدقون عليه واللي ظاهر انه الناس عارفين حيله وخططه لذلك كانوا ساحبين عليه وما حد يتكلم معاه لكن الحيلة فقط مشيت على ارثر مورغين المسكين طيب في اسئلة كثيرة تدور حول ميكي بعد اعترافه انه ماهو في الجيش طيب اذا ماهو في الجيش فعلا من وين جاب البدلة طبعا هذه البدلة ما تحصلها في اي مكان لازم تخش الجيش عشان تكون عندك هذه البدلة السؤال الثاني كيف خسر يده هل هي فعلا مقطوعة او هل هي مخفية تحت الجاكيت في اسئلة كثيرة حول ميكي ابغاكم تجاوبولي على هذه الاسئلة من وجهة نظركم يا لهبيين طيب لما تلعب بجون مورستن وتيجي الميكي رح يدور حوار بينكم تعالوا نسمع سويا تشفين اوها اعين ممتن سيناد السيد ادرسي لن تشكره أعطب كثير من هذا أقل من ويسمون اوه يوجد ويسمون ماهو اوه جم اوه اوه وليزiende اوه موضوع كذلك أعرف كذلك 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 مرة أخرى كذلك كذلك ولكنه كان لديه ما هو هوه أعرف أعرف مجرد ألن أو شيئ أعتقد لم يحبني بي أيضا ولكنه كان بخير أعتقد مجرد مجرد يجب أن يفعل الأشخاص أليس 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 أعرف ما كان في الأخير كما رأيت أيضا ميكي كان يريد أن يفعل نفس خدعة الحظن على جون مورستن لكن جون رفض هذا الشيء حجة أنه متزوج وأيضا جون قال لميكي أنه آرثر مورغين مات وفعلا وحقيقة ميكي زعل على آرثر مورغين لأنه نوعا ما كان صديقه صراحة رأيي حول ميكي ملخبط ويعني ما هو واضح سابقا لما كنت أجل ميكي كنت أشفق عليه وأحزن عليه خصوصا أنه كان في الجيش وفي أثناء الخدمة خسر يده والآن يعني فقير وما عنده أي مصدر دخل فكنت أشفق عليه والآن عرفت أنه يكذب وفقط يستخدم هذه الحيلة عشان يسرق فما أدري صراحة ويعني رأيي ملخبط اتجاهه طيب شاركونا أعراءكم يا لهبيين في خانة التعليقات عن ميكي وأيضا جاوبونا على الأسئلة اللي قلناها فوق لهو كيف خسر يده من وين جاب بدلة الجيش وغيرها طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم ميكي ويسوي لكم خدعة الحظن ويفشخكم يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة